نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء تزعم تأثر المغزون الاستراتيجي لمصر من الأقمح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمي وفي بيان للمركز الإعلامي أوضح أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين التي شددت على توفر مغزون استراتيجي من القمح لعدة أشهر قادمة مشيرة إلى أنه تم بدء موسم توريد القمح المحلي الذي سيصهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حتى ديسمبر من العام الجهري وأكدت الوزارة أنه يتم توفر مغزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة تزيد على خمسة أشهر وتوافر أنواع الزيوت لمدة ستة أشهر والأرز لمدة تكفي إلى سمانية أشهر